زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكو في بداية الحلقة في نشاط ملحوظ كان في عام 2023 في قطاع الثقافة من خلال عدد كبير جدا من الفعاليات والأنشطة تجاوز الـ 22 ألف في مختلف القطاعات الثقافية الأوبرا المصرح أصول الثقافة كمان كان لها مجهود كبير ودور كبير جدا خلال هذا العام هيئة الكتاب ترجمة فنون تشكيلية مهرجانات وغيرها كمان من الأنشطة الثقافية المختلفة أنشطة طبعا حرس القائمين عليها للوصول بالمنتج الثقافي للقرى والنجوع والمناطق الحدودية وقرى حياة كريمة أيضا المناطق الأمنة بديرة العشوائيات ودعم الموهوبين وذوي الهمن خلينا نتعرف على حصاد الثقافة المصرية في 2023 مع الدكتور شريف منجود معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة صباح الخير يا حتيك فانا صباح خير يعني في البداية هبدأ من رقم 22 ألف فعالية ده رقم مهول وكبير جدا خلينا نعرف مع حضرتكم نعرف أستاذ المشاهدين أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تم تنفيذها خلال 2023 نحن نتكلم في وزارة الثقافة في السنة أو سنة 2023 كان فيه اهتمام كبير جدا مما علي وزيرة الثقافة بالتعاون مع أكتر من وزارة مش بس ان احنا نشتغل لوحدنا وده ادينا فرصة كبيرة جدا ان احنا نبقى متواجدين في أنشطة كتيرة وفعاليات كتيرة على مستوى الجمهورية ممكن نقول السنة دي فيه اهتمام كبير قوي بالمحافظات والأنشطة داخل المحافظات فده ادي العدد الضخم جدا من الأنشطة لأنه كان فيه اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية بأنه النشاط الثقافي والمنتج الثقافي يصل للمحافظات مش فقط للمحافظات الكبرى زي القاهرة وإسكندرية لا احنا عايزين نصل للمحافظات كلها فكان فيه اهتمام جدا بالنشاط الثقافي في الصعيد فيه اهتمام جدا بالنشاط الثقافي على في المحافظات الحدودية وكانت في السنة دي الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية وده قد زخم كبير جدا في النشاط الثقافي في المنطقة دي فده اللي خلى الفعاليات تبقى بالحجم الكبير ده طبعا الفعاليات زي ما تفضلته في الأول كده اللي هي متوزعة في أنشاطة كتيرة جدا يعني في مجال المصرح في مجال السينما في مجال الفنون التشكيلية في مجال الصناعات الإبداعية ومجال الصناعات الإبداعية خد مساحة كبيرة جدا من الاهتمام على مدار السنة عظيم جدا طيب إزاي تم توزيع هذه الفعاليات على المحافظات يعني هل في محافظة مثلا كان فيها عدد أكبر من الفعاليات لاحتياجها لافتقارها مثلا خلال الفترة الفاتت لأنشاطة ثقافية فحبينا نكثف مثلا في هذه المحافظة توزيع الفعاليات دي كان عامل إزاي إحنا بنشتغل وفق برنامج الحكومة وبرنامج الحكومة فيه يعني هدف أساسي جدا وهو بناء الإنسان المصري ونقطة أساسية جدا في البرنامج ده العدالة الثقافية وتخطية الأماكن المحرومة ثقافيا في مصر وده كان موجود جدا في كتير من الأنشطة بداية من الأنشطة اللي حصلت في حياة كريمة ومشروع أهل مصر على المحافظات الحدودية وخلينا أقولك أن كانت المحافظات الحدودية أكتر المحافظات اللي حصل فيها كان مكبير من الأنشطة لأنها كانت الفترة اللي فاتت يعني الاهتمام بيها ما كانش بالصورة الضخمة دي فكان الكادة السياسية يعني وجهت أن لازم تكون المحافظات الحدودية أولويات العمل الثقافي وعشان كده كانت معظم الأنشطة الكبرى كمان بتتم هناك يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنه هو مش فكرة أن المحافظة دي كانت عدد سكانها قدقي أو كده لأ هي ما كانش فيها أنشطة فإحنا ابتدينا نخش بالأنشطة بتاعتنا خلالها في أماكن هناك كان الموقع الثقافية فيها تحت الإنشاء تحت التجديد والإحلال ده تم معالجته الخلال العام دوت فلما الموقع الثقافي بقى موجود فبقيت الأنشطة أوريدي موجودة الحقيقة فندم أنه يعني من أهم النقاط فكرة دخلكم ووصلكم للأطفال تحديدا لو هنتكلم أطفال العشوائيات أو حتى المناطق الخطرة ده كان تحدي كبير جدا وفكرة الوصول لأطفال دي تحدي كبير قوي لأنه الأطفال دي نشأت فيه ظروف إلى حد ما صعبة ولو هنتكلم ثقافيا هي صعبة جدا الحقيقة فحب أعرف من حضرتك في البداية كانت إيه أهم العوامل اللي كنتوا حارسين أنها تبقى موجودة الخطة حتى عشان تبدأوا أن أنت تدخل الأطفال دي وتتكلموا معاهم يعني إحنا في المشروع الحقيقة مثلا تكلم عنه كبديل العشوائيات مشروع مهم جدا وكان اهتمام كبير جدا من سيادة الرئيس به وكانت معاني الوزيرة مهتمية جدا بتنفيذه بصورة لائقة جدا وزي محادثة تفضلت فعلا كان فيه يعني تحدي كبير جدا وزي الوصول للتعامل مع الثقافة دي خلينا نقول مع البيئة المحيطة دي فكان البرنامج الموضوع هو التعامل مع الثقافة والبيئة دي بالصورة المناسبة ليهم دون المساس بأي يعني أي ثقافة تبقى ضد اللي هم بيبقوا مؤمنين بيه أو شايفينه ولكن حاول نطفي عليهم الروح الحضارة روح العصرانة وده اللي حصل فعليا وكان فيه تعاون مع وزارات أخرى وتعاون مع حي الأصمرات مثلا لما بدنا نشتغل معاهم ان يبقى فيه بيئة آمنة للعمل الثقافي وعايز أقول له حضرتك أن الأطفال والأهالي كانوا متفاعلين جدا مع الموضوع يعني كان فيه بعض الأهالي مؤمنين جدا بإن اللي بيحصل ده وكان فيه ناس عايزة تقدم أطفالها اللي عنده موهبة في الإنشاد الديني اللي عنده موهبة في إلقاء الشعر اللي عنده موهبة في التمثيل فكان فيه لا يعني احنا فجئنا برد فعل الناس كمان يعني مش بس الشغل اللي احنا عملناه لا رد فعل الناس وده بيأكد على فكرة اني الطفل نفسه سامة كويسة جدا صحيح وممكن نقدر ان احنا لما نروح له نطلع منه احسن نصنع شخصية صحيح وهو مستني ده يعني هو فكرة اني لا فيه ثقافة معينة ضد الفن او ضد الفنوء الثقافة او ضد بالعكس خالص احنا لما رحنا شفنا الناس متفاعلة جدا شفنا الناس عايزة تنفذ حتى عايزين يخرجوا من المكان بتاعهم ويروح يشوفوا اماكن اخرى وطلع حصل يعني بقى اينا ناخدهم من الحي بتاعهم ونوديهم يتفرجوا على مصرح يتفرجوا على عروض فده فرق معاهم نفسيا جدا حسسهم بوجودهم داخل المجتمع وحسسهم باهمية الفن ودايما يعني حتى معالي وزيرة دايما كانت في الاجتماعات توجه لفكرة اني احنا دي نروح للناس احنا نوريهم احنا مين احنا بنعمل ايه ما ننتستناش هم يجلنا احنا وزارة بنروح للناس يعني الجملة دي طول الوقت بترددها ده عظيم جدا نجي الفعالية الثقافية والتنوارية الابرز وهي معرض القاهرة الدولي للكتاب كل سنة بيشهد تجديد وكل سنة بيشهد تغيير واضافة وفي النسخة اللي فاتت النسخة 54 اعتقد وصل عدد الزوار 3 ونصف مليون زائر اعتقد ده كان رقم كبير جدا ايه اللي حققوا المعرض خلال النسخة اللي فاتت وحنا خلاص بنستعد لنسخة جديدة ان شاء الله في شهر اثنين اللي جاي ويعني حجم المشاركة ده بيعكس ايه معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني احنا بنعتبره من اهم الفعاليات مش بس المحلية في مصر لا ده الدولية تمام المنطقة كلها بتستنى معرض القاهرة الدولي للكتاب المنطقة المحيطة بينا كلنا بتستنى المعرض احنا المعرض الثاني فات كان فيه 1047 ناشر لم تخلني الزاكرة في الرقم وده رقم كبير جدا الفعاليات اللي فيه وصلت يعني الاكثر من يعني 500 فعالية على المقصون فعالية متنوعة متنوعة جدا في مجالات مختلفة وخليني اقول لحضرتك اني ده بيأكد على ريادة مصر الثقافية في مجال النشر وصناعة الكتاب الورش اللي اتعملت في معرض الكتاب السنة اللي فاتت لقت صدق كبير جدا من الجمهور الندوات اللي تمت المنتقيات اللي كانت موجودة داخل المعرض وطرح كثير من النقاش حول التطرف الفكري وكبل الآخر وكانت حاجة يعني ملفتة جدا السنة اللي فات السنة دي هما بيكملوا نفس المسيرة وبقى فيه اهتمام كمان بالنشر الالكتروني فده في حد ذاته هيبقى شيء مختلف ودخول لمرحلة جديدة في عالم النشر ونحن نتكلم عن الفن التشكيلي او حتى مصرح التجوال او حتى المعرض القاهرة الدولي لكتاب فعليك كثير جدا الحقيقة يعني لو قعدنا ان احنا نهدها مع حضرتك حقيقة رحتاج نحن نفرد لها يمكن حلقات بس عايزة عرف من حضرك ردود الأفعال يعني لما بدأتوا تقطاحم والاماكن دي وتدخل الأطفال دي تحديدا وانا مهتمة جدا بفكرة الأطفال كمان ردود الفعال كتعاملة ازاي وهل لاحظتم تحول حتى في ردود الأفعال مرة عن مرة عايزة اقول لحضرتك ان احنا يعني لما شفنا ردود أفعال الجمهور والأطفال على وجه الخصوص في المحافظات خصوصا في مسرح التجوال مثلا عسابين المثال المسرح لو حديك شفتي الفعليات اللي بتتم لأ يعني عدد الناس المحيطة بالمسرح أكبر من التوقع يعني القرية كلها بتيجي القرية اللي جنبها يعني الموضوع ما بقاش بس مكسور على المكان اللي بتتم فيه الفعالية ده خلينا نهتم جدا الفترة الجاية بعمل كمان حتى استبيانات نشوف ما قبل النشاط وما بعد وأثناءه الدنيا ماشية زاي وده شيء مهم جدا ومهتمية بيه جدا معاني وزيرة الثقافة لأنه عايزين نشوف أثر العمل الثقافي والأثر ده موجود دلوقتي برد فعلي الناس إنهم مستنيين للنشاط اللي جاي بعد كده يعني إمتى هتعملوا النشاط زي ده تاني طيب فيه نشاط في مجال تاني من المجالات يعني لو كان المزرح المقدم طب فيه هل نشاط في مجال السينما طب هل فيه نشاط تاني في مجال يعني فيه كل طفل أو كل شخص مهتم بنوع معين من الفن بيسأل عنه وده بيأكد على فكرة إن الناس منتظرة العمل الثقافي ومنتظر العمل يروح لها فعلا السنة دي كان فيه خروج من المكان يعني إن مش بس المكان أو قصر الثقافة داخله يتم النشاط لا هيتم النشاط في الشارع هيتم النشاط زي محرق قلت وزارة هي اللي بتروح للناس هي اللي بتروح بالضبط هيتم النشاط في المدرسة تم التعاون مع وزارة التنبية والتعليم وزارة التعليم العالي فابتدى يتم النشاط خارج المنشأة لأن المنشأة محاط بيها مجموعة من البيوت لكن اللي بعد كده أو في مسافة أخرى فابتدت الخروب من ده ده فلا الاهتمام أكتر بتنمية ورعاية الموهوبين يعني السنة دي كان مزدهر جدا بالأنشطة الخاصة بتنمية ورعاية الموهوبين فنيا في مجالات كتيرة من الفنون إن شاء الله بكرة مثلا على سبيل المثال هيبقى فيه توقيع بروتوكول مع مؤسسة مصر الخير ومشروع قومي إن شاء الله يبقى ضخم جدا ويحقق الغرض وهو الثقافة حياة هيبقى الاهتمام بتنمية الموهوبين ورعايتهم في محافظات مصر المختلفة هنخش 780 قرية يعني الترتيب على إن إحنا نخش 780 قرية في خلال الثلاث سنوات القادمة طيب عظيم دائما إحنا متصدر لنا صورة كده إن الأطفال بتاع الجيل الحالي مش بتوع قراءة عايزين المعلومات في الفيديو والصور والرسوم المتحركة والحاجات دي كلها هل من خلال جولاتكو لما نزلتوا المحافظات المختلفة وشفتوا تابعتوا من خلال المكتبات المتنقلة لقيتوا فيه إقبال من الأطفال على القراءة المشروع المكتبات المتنقلة غير الصورة دي يعني أكد على إن لا الطفل مش بس مش عايز يعني مرتبط بالتكنولوجيا لا بالعكس هو مستني برضو إن يشوف حاجة جديدة حاجة مختلفة تتقدم له القراءة بصورة مختلفة المكتبات المتنقلة مش بس كانت بتقدم إن يمسك كتاب يقراء لا ويحتك يناقش الكتاب يشارك فوارش من الورش مع عوامل جذب برضو بالضبط مهمة جدا عوامل جذب صحيح عوامل جذب كانت مهمة جدا اختيار الكتب اللي كانت محطوطة في المكتبة للطفل في مجالات مختلفة فده كله في حد زيته يعني قد زخم للنشاط وأكد على إن الطفل برضو مش الصورة الزينية اللي احنا حطيناها على أطفال العصر لا لا لو تحط في البيئة المناسب بالضبط بالضبط احنا برضو لازم نروح له سينما الشعب كمان يعني أعتقد أنه من أهم المبادرات وكمان فكرة أنه ده سينما الشعب كانت من ضمن المبادرات اللي كان بتعاون كمان مع الشركة المتحدة ففكرة حرص أو تكامل الجهود بين كل الأذرع الإعلامية أو الثقافية والقوة النعمة لمصر أنها تبقى حريصة أنها توصل كمان للأطفال وتوصل حتى للكبار اللي ممكن ما يكونش كان لهم نصيب كبير قوي من فكرة الثقافة أو الوعي الثقافي دي كمان كرت خطوة مهمة أوي صحيح هو شيء مهم جدا أو أن نشوف إيه أوجه الكسور ونحاول أن إحنا نعليجها من ضمن أوجه الكسور اللي ما كانش فيه قاعات سينما موجودة في المحافظات يعني مش فقط كمان علشان التكلفة أو علشان التذكرة جالية لا هو فيه بعض المحافظات ما فيهاش قاعات سينما فكان التوجيه لفكرة أن إحنا لازم نبقى موجود في قاعات سينما فن السينما فن مهم جدا وفن شعبي جدا وفن بيصل لجمهور سريعا وفن مهم قوي فكان التوجيه أن لازم سينما الشعب يتم تتشينها ومع الفترة الأخيرة أو السنة دا إحنا زودنا عدد قاعات السينما طبعا زي ما تفضل أستاذ عمر في قصور الثقافة نفسها قاعة سينما سينما الشعب بيتم عرض فيها أحدث الأفلام اللي موجودة في المسم السينمائي بيتكلفها بسيطة جدا بالتعاون طبعا مع شركة المتحدة وده لقى نجاح كبير جدا وخصوصا في المحافظات هي كانت محرومة فعلا سينمايا يعني هي كانت محرومة ما كانش عندهم حتى قاعة تقدر أن هي تبقى موجودة فإحنا لا دا بالعكس فيه بعض الأماكن ما كانش فيها دا خصوصا في الصعيد يعني فإدرنا أن نصل لعدد قاعة سينما سيما تفضل أستاذ عمرو قال في 22 محافظة وده شيء مهم جدا وإن شاء الله الفترة الجاية أظن هنصل كل الأماكن أساس بناء الإنسان هو الوعي والثقاحة وانتوا عليكم دور كبير جدا في هذا الأمر بنشكر حضرت طبعا عدد الفعاليات زي ما ذكرنا 22 ألف فعاليات إن شاء الله السنة الجاية ننتظر منكم إن شاء الله أكيد دكتور الشريف المنجود معامل وزير الثقافة لشؤون المتابعة شكرا جزيلا لك شكرا لحظة شكرا لك